بس ما ظهورك الفترة دي انت في حالة نشاط وحالة حراك مش بس على مستوى الأعمال على مستوى تواجدك في المهرجانات كتير امت بتقرري تظهري امت بتقرري يعني تختفي شوي لا والله طالما انا ما عنديش تصوير خلال السيزن ده الموسم ده فبيبقى مهم للفنانين حضور المهرجانات لانه بتتفرجي على أفلام مختلفة بتتعرفي على ناس في الأغلب مش هتلتقوا إلا من خلال مهرجانات لانهما من بلاد تانية وفي نفس الوقت بيبقى في حالة من التواصل بينك وبين زملائك اللي من نفس البلد اللي متواجدين في المهرجان فأنا وانا مش بصور آه بحب أحضر مهرجانات بس بتعرفي ازاي توفقي بين شغل وبيت وانا عارفة ان الفترة بنتك هي بعدتك شوية ازاي بتقدري بقى تعميلي كل ده يعني توزيني ازاي زاي كل الستات كل الستات عندهم اتنين فول تايم جوب زاي الأمر أولا السؤال المكرر والمعايد اللي اطلاله من الفستان لسامح مهران المجوهرات لجلامر الشعر والميك أب محمد صغير والستايلينج كله 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 لحبيبي وأخويا سعيد رامزي تقريش انت تقومي بالدور ده كله يعني مفيش مناسبة مثلا انت اللي تختار لنفسك تلبسي ايه انت اللي تختار لنفسك ولا بتعملي ده في حياتك العادية مش مناسبة أحيانا بعمل ده لما بقى مزنوقة بس في النهاية لا مش مسألة مرهق الظهور في مهرجانات أو في إفنس ده جزء من شغلنا وأنا شغلتي ايه بالضبط انت قلت بنفسك أنا شغلتي ممثلة المفروض أمثل فيه ناس شغلتهم ستايلست دوره انه يلاقيلك ستايل مختلف كل مرة فيه ناس شغلتهم ميكوب أرتست دورهم انهما يمكيجوكي فيه ناس شغلتهم مؤلف دورهم انهما يقلفوا أنا مش دوري ان انا أقلف مثلاً مش تقولي تاجر وترزي معنك تاجر وترزي في الأمومة وفي البيت وفي التمثيل كمان ما هو موضوع في الأمومة وفي الشغل زي ما قلتلك كل الستات عندهم شغلتين فول تايم أي ست عندها طفل وبتشتغل هتلاقي عندها شغلتين فول تايم ده حاجة مرهقة جداً وبياخد مجهود كبير جداً لكن ده يديني الفرصة ان انا قولت حياة كبيرة جداً 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 لكل الستات هيا لك شكراً لك مرسي